بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك رب الأنبياء ومرسالين نبينا ومحمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا فيكم في مادة التربية البدنية والدفاع عن نفس اليوم بدل الله إن شاء الله سنستكمل درسنا في الحصة الماضية واليوم بدل الله إن شاء الله سنتعرف مع بعض على الإجراءات الاستعداد لمادة التربية البدنية يعني حبايبي نحاول قبل ما نحضر المادة التربية البدنية نحاول نستعد في بعض الخطوات التي سنأخذها الآن مع بعض وبعدها إن شاء الله سننتقل إلى تماريننا اليوم نحاول مع بعض نتمرن تمارين بسيطة جدا وبعدها إن شاء الله ننتقل إلى درسنا اليوم بإذن الله في النهاية سنأخذك المقطع فيديو نحاول نطبق مع بعض بإذن الله لتوفر عنده عوامل أمن والسلامة وآخر شيء بإذن الله سنأخذ مراجعة بسيطة على درسنا اليوم ننتقل مع بعض الآن إلى الإجراءات والاستعداد لمادة التربية البدنية عندنا رقم واحد الحرص على النوم الكافي هذه الخطوة الأولى عشان نقدر نستعد لمادة التربية البدنية والدفاع عن النفس رقم اثنين التغذية الجيدة تكون منوعة من الخضروات من الفواكه من الدجاج من اللحم قال هذه الأشياء تكون منوعة من التغذية أو الغذاء الجيد والصحي رقم ثلاثة مثل ما قلنا شرب الماء بكمية كافية أيضا رقم أربعة ارتداء المنابس الرياضية المناسبة هذه نقطة جدا مهمة عشان نقدر أيش نأدي تمارين الرياضية بكل أريحية النقطة الخامسة وهي تقبل من أهم النقاط عندنا واختيار المكان وتهيئته حاول دائما نختار المكان المناسب عشان أقدر أدي التمارين الرياضية والخبرة التعليمية طيب نبي الآن ننتقل مع بعض إلى تماريننا اليوم لابد الجميع يكون واقف وجاهز عشان نأدي مع بعض تماريننا الجميع يكونوا واقف الآن ممتازين أبطال ولابس زي الرياضي مثل ما قلنا تقول رياضي المناسب عشان نقدر نأدي تماريننا أبطال وممتازين الأصدقاء يجهزين الجميع وقوف صحيح الظهر مستقيم النظر يكون إلى الأمام أبطال تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة ممتازين أربعة خمسة ستة أبطال سبعة تمانية تسعة عشرة استمر الجولة الثانية واحد ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة ستة أبطال سبعة ثمانية تسعة أخير عشرة قف تمرين الثاني وقوف بشكل مستقيم ثم ناخذ خطوة ثم تصفيق آلياً ثم الرجوع إلى وضع البداية ثم التصفيق في الجهة الأخرى والرجوع أيضاً إلى وضع البداية الجميع جاهز ما نبيه سرعاً نحاول إيش نأديها بشكل جداً بسيط نحاول نحرك إيش اليدين والقدمين الممتازين مع بعض تمرين ابتدي واحد نرجع مرة ثانية ممتازين اثنين ثلاثة أربعة خمسة ممتازين ستة سبعة ثمانية أبطال تسعة عشرة استمر الجولة الثانية ممتازين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ممتازين ستة سبعة أبطال ثمانية تسعة أخير عشرة قف تمرين ثالث وقوف الذرعين تكون في الوسط بعدها نحاول إيش ناخد خطوة إلى الأمام ونزول بشكل خفيف ثم العودة إلى وضع البداية ثم القدم الأخرى والرجوع إلى وضع البداية الجميع جاهز تمرين يبتدي واحد ممتازين أبطال اثنين نرجع مرة ثانية ثلاثة أربعة خمسة ستة ممتازين سبعة ثمانية تسعة عشرة أبطال الجولة الثانية استمر واحد اثنين ثلاثة أربعة ممتازين خمسة ستة أبطال سبعة ثمانية تسعة أخير عشرة قف تمرين الرابع والأخير وقوف ذرعين في الوسط تحريك القدم من مفصل الفخض بشكل دائري ثم العودة إلى وضع البداية ثم القدم الأخرى تحريكها من الفخض أيضا بشكل دائري ثم العودة إلى وضع البداية الجمعة جاهز ممتازين تمرين بتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ممتازين ستة سبعة ثمانية أبطال تسعة عشرة استمر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ممتازين ستة سبعة تمانية أبطال تسعة عشرة قف ريح مع بعض في المكان بشكل بسيط وقوم بشكل مستقيم ناخذ الشيق وزفير مع بعض مثل ما تعلمنا يكون الشيق الطريق الآن فممتازين وخراجه عن طريق الفم جميع جاهز مع بعض بشكل بسيط مرة ثانية أخير تزين يعطيكم العافية أصدقائي ننتقل الآن مع بعض إلى درسنا اليوم في البداية سنتكلم عن موضعنا أيضا في الفصل الدراسي الأول تكلمنا بسبوع الماضي وسبع الماضي عن الوعي بحركة الجسم أثناء وضع الجثو وأيضا تكلمنا عن الهبوط بالقدمين من ارتفاعات منخفضة واليوم بإذن الله سنتكلم عن الدوران حول المحور العرضي للجسم بإذن الله في الأسبوع القادمة سنتكلم عن التعلق على العارضة وأيضا تقوس الجسم أثناء مشاركتي في أنشطة وأخيرا القفص لتجاوز ارتفاعات مختلفة هذا درسنا اليوم بإذن الله والدوران حول المحور العرضي للجسم في البداية نريد أن نعرف ما هو المقصود بالدوران ما هو المقصود في الدوران يعني هذا الشكل ما هو المقصود فيه هو يا أصدقائي هو حركة يتم فيها تدوير الجسم حول محوره العرضي أو الأفق لو لاحظنا الآن هذا المقصود فيه بالأفق يتحرك فيه إلى الأمام ويكون استناد عن طريق عن طريق اليدين وبذلك سنأخذ مقطع توضيح يوضح كيف طريقة الدوران بشكل صحيح طيب واليد حركة الدوران بشكل صحيح نتبع الخطوات التالية عندنا رقم واحد هي الخطوة رقم واحد تبدأ من وضع الوقوف والذراعين عاليا تبدأ رقم واحد نوقف بشكل مستقيم وشكل صحيح أيضا الخطوة ثانية ثاني الجذع للأمام ولأسفل مع وضع اليدين على الأرض لاحظنا الآن وقوف ثم تكون الذراعين على الأرض مع ثاني الظهر هذه الخطوة الثانية الخطوة الثالثة يا أصدقائي ثاني الركبتين مع تحد في الجزء العلوي من الجسم والرأس إلى الداخل لاحظنا الآن في الصورة يكون الراس يكون داخل الجسم وشكل الجسم على شكل كرة الخطوة الرابعة دوران الجسم بالكامل ثم الوقوف على القدمين استقامة الجسم لاحظنا الآن هذا الدوران والشقلبة تسمى الدوران إلى الأمام ثم الوقوف على القدمين هذه الصورة الكاملة التوضيحية لمهارتنا اليوم وهي الوقوف ثم ثاني الركبتين ثم لمس اليدين للأرض ثم محاولة الدوران أو الشقلبة إلى الأمام ثم الوقوف على القدمين والوقوف بشكل مستقيم طيب الآن نأخذ فيديو كده توضيحي نأخذ الجميع الآن اللي عنده توفر عنده المرتبة الرياضية والمكان اللي حاول المرتبة يكون جاهز وأيضا عنده الشخص الخبير ممكن يؤدي المهارة لاحظنا الآن أو شي ننظر مع بعض بشكل بسيط كيف طريقة تأدية المهارة لاحظوا الآن الزرعين عاليا ثم نلاحظوا الآن نزل يدين ثم يش إلى الأرض ثم وضع الرأس للداخل ثم بشكل كروي ثم الوقوف على القدمين مرة أخرى ممتازين نلاحظوا كيف اليدين على الأرض ثم الرأس إلى الداخل بشكل الكرة ثم الدوران للأمام ثم الوقوف بشكل كم ننديها بشكل أخير مع بعض ذرعين على الأرض ثم الدوران للأمام ممتازين أبطال ناخد مراجعة على درسنا اليوم عندنا عبارة صحيحة أو خاطئة من مواصفات أداء مهرتنا اليوم تكون على الأرض الجسم ثاني الركبتين فيها ثاني لركبتين مع تحدب في الجزء العلوي من الجسم والرأس إلى الداخل هل أن أثناء أداء المهارة يكون فيه ثاني للركبتين هل هذه العبارة صحيحة أو خاطئة ممتازين أبطال لابد نثني ركبتين عشان نقدر نأدي مهرتنا بشكل صحيح كذا حبايب يصير تعرفنا اليوم على طريقة الدوران بشكل صحيح وخذنا مقطع فيديو بسيط بإذن الله الحصة القادمة راح نحاول نطبق مع بعض المهارة ونحاول إن شاء الله نتجنب بعض الأخطاء ونوفر أيضا عوامل الأمن والسلام اللذي ذكرناها المرتبة الرياضية وإيضا اللحماء المنبس الرياضية والشخص الخبير اللي يكون معي دائما عشان يصحح لأخطائي كذي حبايبي يا أصدقائي انتهينا من درسنا اليوم يعطيكم العافية جميع نحسون إنصاتكم واستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته